مرحبا بكم مشاهدنا الكرام اهلا وسهلا بكم في هذا البت المباشر هنا من مدينة قدير وفي حلقة جديدة من برنامجكم الليلي دردشة ليلية مع الحباب والذي نتطرق فيه لمجموعة من مواضيع موضوع الليلة ارتأينا باش ننقش معكم موضوع كورونا ومستقبل المغرب ما بعد كورونا كيفاش كتشوفوا المستقبل وايضا اشنا هي الاشياء اللي بغيتوا انها تبدل في مغرب ما بعد كورونا كنا شفنا بان جائحة فيروس كورونا اترت بشكل كبير على مجموعة من القطاعات ومجموعة من الاشياء للتغييرات وكشفت المسطور وفضحت كل شيء بالمغرب وابنت عنها شاشة مجموعة من القطاعات وايضا مجموعة من الاشياء اللي ظهرت لنا مع هذه الجائحة واستفدنا درس كبير ودرس يعني لن ينسى اه مع مرة تاريخ وسيبقى خالدا وموشوما في داكرة كل المغاربة فتحيت اه لكم اخواني الكرام ومتمنيت لكم بليلة سعيدة وان تقضوا معنا اوقات ممدعة من خلال هذه الدردشة الليلية معكم وهذا السمر الليلية الذي سيستمر معكم اه خلال هذه الفترة فلمناقشة الموضوع ما عليكم سوى الاتصال بالرقم الهاتف التالي سفر ستة ستة وسبعين تمانية وعشرين سفر ستة اتنان وتمانين وعيد الرقم الهاتف سفر ستة ستة وسبعين تمانية وعشرين سفر ستة اتنان وتمانين مرحبا بكم ومرحبا بارائكم وباقتراحتكم وايضا بتعليقتكم عبر الصفحة الرسمية لقناة شوف تيفي شوف تيفي اون ديريكت مرحبا بكم وايضا غدا نذكركم بالموضوع لان الليلة مستقبل المغرب ما بعد كورونا كيف ترون المستقبل ان شاء الله بعد ان تنتهي هذه الازمة وتنجلي هذه السحابة التي نعتبرها بطبيعة الحال سحب عابرة ولن تستمر ولن تدوم طويلا ونتمنى ان تنفرج عما قريب فايضا كما سبق واشرت المجموعة من الاشياء التي بانت عنها هذه الجائحة وكشفت عنها وبالتالي فكلنا متضرر سواء الطبقة الفقيرة او الطبقة المتوسطة او حتى الاغنية فهم ايضا متضرروا بشكل كبير من هذه الجائحة ونتمنى من الله تعالى وبركته ان يرفع عنا هذا الوباء في اقرب وقت ممكن وان نرى الامور تتحسن الى ما هو احسن في قادم من الايام هذه امانين وهذه الامور التي نتمناها ونرجوها من الله ان تتحقق فانتم كمواطنين كيف مرت هذه الجائحة او هذه الفترة التي مرت عليكم من خلال الحجر الصحي وايضا من خلال الازمة التي المت بعدد كبير من الاسار المغربية كيفاش كتشوفوا هذه الامر واشنو بغيتوا انه يتبدل في مغرب ما بعد كورونا هشن هما الاشياء اللي تبغيوا انكم تحققوها وايضا تشوفوها في بلادكم وتشوفوها في الوطن ديلكم هذا هو الموضوع اخواني كنتمنى انكم تشاركوا معنا اه بالاراء ديلكم ونشوفوا اه الارتسامات ديلكم وايضا التصريحات ديلكم لقد ناخدوها هاتفيا من خلال اتصالات الهاتفية ديلكم وكنتمنى انها تكون اتصالات جادة وهادفة حتى يكون النقاش متمر وغني اه ان شاء الله تعمل فائدة ونستفيد ونفيد بطبيعة الحال هذا هو شعارنا دائما معكم من خلال هذا الدردشة الليليا وضمن برنامجكم الليلي الذي عودناكم عليها كل ليلة بطبيعة الحال دردشة الليليا مع الحباب اه فكنتمنى انكم اتصلوا بنا ان شاء الله كاديري الحسين وعليكم السلام اخي الكريم شكرا لك الله يبعد لنا الوباء لعين امين يا رب كاديري الحسين تحية لك وتحية لجميع المستمعين ومتتبعي قناة شوف تيفي بطبيعة الحال فكما اسلفت الذكر واشرت فكورونا خلت من جموعة من الاسار انها تعاني الامرين بسبب فقدان الشغل وايضا بسبب انعدام مورد للرزق بعد توقف عدد كبير من الناس عن العمل هذا امر اكيد فايضا الناس كائنا الناس تشتغل بدون اوراق قانونية وبدون اوراق تبوتية تتبيت العلاقة بين المشغل والعمل وبالتالي هذا امر ايضا فضحته هذه الجائحة وكشفت عنه المستور فايضا ربما هؤلاء يتمنون في زمن ما بعد كورونا ان تتغير وضعيتهم الاجتماعي وان تتغير ايضا الوضعية التي تربتهم بمشغلهم وان يتم اتبات عقود العمل وان يتم ايضا الوضع حد والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه ان يشغل اجير او عامل بدون تصريح في الضمان الاجتماعي وايضا بدون عقد عمل هذه من بين الامور ايضا اللي كنشوفها كثيرا بطبيعة الحال في المغرب وكنشوفهم جموعة او فئة عريضة من العاملين والمستخدمين سواء بمجموعة من القطاعات الحيوية والتي تشكل لا بناء اساسي ضمن الاقتصاد الوطني يشتغلون في ظروف اقل ما يمكن ان يقال عنها بانها ظروف جد مزرية ولا تحترم كرمتهم الانسانية وبالتالي يجب تغيير هذه الوضعية ايضا اه مجموعة من الناس يعني اللي ما عندهم يعني الضمان الاجتماعي لا يتوفرون على تصاريح ضمن صندوق الضمان الاجتماعي وهي ايضا وضعية مزرية ربما يومني الكثير النفس في تغييرها ايضا اه قطاع التعليم وقطاع الصحة ايضا هو الاخر اه ما عليه و اه ربما مجموعة من اختلالات مجموعة من الشوائب التي ربما يجب اعادة النظر فيها على اي هذه مجموعة من الامور والنقاط التي ربما استحذرتها في هذه اللحظة واشرت لها ونتمنى ان ننعم بحياة افضل ضمن هذا الوطن الذي نكن له كل الحب والتقدير وبطبيعة الحال نتمنى ان تحسن الوضعية الاجتماعي والاقتصادية لكل المواطنين على حد سوى على اي حرية حرب لتحية لك اخت الكريمة شكرا على المتابعة من ابو ضبي ايضا يتابعنا الاخ الكريم محمد الوزاني كيقول تحية لكم اخكم محمد من ابو ضبي الامارات المتحدة تحية لك اخي الكريم وتحية لجميع الجالية المغربية اينما توجدت عبر ربوع الكون دائما نوجه لهم احلى التحية واحلى التقدير وازكى المتمنيات بان يقضوا معنا اوقات ممتعة بطبيعة الحال محمد الوزاني تحية لك اخي الكريم شكرا لك ايضا معنا فاطمة فاطمة من مدينة تنجا العالية تحية لك اختي الكريمة شكرا لك بطبيعة الحال دائما نتمنى اه ان نرى مغرب افضل مغرب ما بعد كورونا مغرب تتحقق فيه مجموعة من الامان للمواطنين وبالتالي فهذا هو الموضوع كنتمنى انكم تشاركوا معنا من خلال هاد الدردش الليلية باش اننا نشوفوا الاراء ديلكم ونشوفوا ايضا الامان ديلكم والتطلع ديلكم في مغرب ما بعد كورونا فسأذكر بالنسبة الناس الملتحقين بناء الجدد فموضوع الليلة هو كيف ترون المستقبل وكيف ترون مغرب ما بعد كورونا واشنو الاشياء اللي بغيتوا انها تبدل في المغرب ان شاء الله حالما ينتهي هذا الزمان الذي هو زمان كورونا وينتهي الوباء ان شاء الله وكنتمنى انه يكون باقل خسائر فسيمو فيتكي قل مستقبل بيد الله ما ديش لك نشوفو رامكين الضوف اخير نفق يا اخي الكريم دائما انسان يجب ان يتحلى بنوع من التفاؤل وايضا هناك امل دائما ما دمت على قيد الحياة فهناك امل بطبيعة الحال ولا يمكن ان نتشأم ان شاء الله نحن نتق كثيرا في وطننا ونتق في رجالته بان يكون التغيير فان لم يأتي التغيير فالشباب هو الذي سوف يغير الوضع لان هذا زمن اخر وزمن الواعي وفطن الكثيرون لكل ما يقع لكل صغيرة وكبيرة فالشعب اصبح وعي تمام الوعي بظروفه الاجتماعية والاقتصادية وايضا بالوضع السياسي وبكل الامور التي تتعلق بوطني فقط نوع من الامل ونوع من التفاؤل وان شاء الله سيكون خير باذن الله تعالى وبركته شكرا لك على تعليقك اخي الكريم بطبيعة الحال ايضا خاليد كي يقول كانت منه ان كل شي تبدل اكيد يا اخي الكريم هذا اه هو ما يتمنى جل المغاربة بان تتغير الامور لان جائحة كورونا كما قلت اه فضحت المسطور وكشفت عورة العديد من الاشياء بالمغرب وبالتالي فالكل ينشد التغيير وينشد اه ان يرى حياته تتحسن اه باحسن حال سيموك يقول الامل في الله دائم ابدا انما الواقع يتحدث عن نفسك اكيد هذا لا ينكر هو لا يتجدل اه عليه اثنين اه شكرا لك بطبيعة الحال ايضا حورية حرب لي تحية لك اختي الكريمة فا دائما مستمرون معكم من خلال هذا البت المباشر ومنقشة هذا الموضوع مغرب ما بعد كورونا الكل يتمنى اه ان يرى يعني حياته تتحسن نحو الافضل وبالتالي فالتغيير ان شاء الله قادم لما هو احسن وكنت تمنع اننا نستفدو درس كبير من هاد الجائحة اللي يعني خلت كل شيء اه تغير في رمشة عين وبالتالي فهذا درس لن ينسى ابدا فتحة فتيكة تقول مع ما هاد الشي اللي يوقع ما كيف لنا مستقبال يا اختي الكريمة اه كل ناس يعني تضرات كل ناس يعني شفت الامرين بسبب الجائحة بعد ما فقدت الحياة يعني ربما المصدر ديال الرزق ديالها وبعد توقف الكثير عن العمال الا ان هناك امل ان شاء الله كانت من ان الامور تحسن الى احسن ما يرام ان شاء الله في قادمة الايام ما تسي اللي كانت من احمد لك شكرا لك كيقول لحياتي لمن تنادي لكن ممكن اخي انك توضح اكتر باش نفهم المقصود ديالك من التعليق ديالك اخي الكريم فبطبيعة الحال كما اشرت فاااا كلنا امل في ااا التغيير ان شاء الله فاا محمد الوزان يا اخي الكريم فهذا شي اللي كتقول خطير جدا وما عندك شي دليل على هذا شي لان هذا شي فقط مجرد اشاعة ومجرد اكاديبي يتم الترويج لها. وبالتالي فحذار ثم حذار ما تكتب. فلا يمكن باتة اتبات ما تقوله. اه سندوس قلام تحية لك اخي الكريم شكرا لك. اه وتحية الجالية المغربية المقيمة بالديار الاسبانية وايضا بي اه جميع اه بقاع العالم. لازلنا اخواني الكرام ننتظر اتصالتكم الهاتفية معنا ونتمنى ان شاء الله انكم تشاركونا بالاراء ديالكم بخصوص هذا الموضوع. اشنو الامان ديالكم في مغرب مع بعض كورونا. وكيفاش كتشوفو. بطبيعة الحال المستقبل والايام القادمة اشنا هي الاشياء اللي بغيتو انها تبدل خاصة بعد ما يعني ربما الكل شاهد يعني اشنو دارت فينا كورونا. اه يعني ربما كورونا ما خلت تشي قطاع ولا والتضرر ما خلت تشي يعني اه امور الا وتم يعني الكشف عن السطار وبتليه. فلازم من تغيير لازم اه من اه اعادة الهيكلة المجموعة من القطاعات. اخي الكريم. محمد الوزانكي يقول يا اخي الامارات متقدمة كتير عن مغرب والامور عادية رغم ارتفاع حالات كل يوم. اه نسأل الله السلامة ونتمنى ان شاء الله ان هذه الحالات ديال كورونا يعني تنخافض ان شاء الله في قادم الايام هاد شي اللي كانت منه اخواني الكرام. اه شكرا لك اخي الكريم. فكما قلت فا اه الكل الكل يعني يبغى انه تغيير الحياة دياله. الكل يبغى انه يشوف مغرب اخر مغرب متنور مغرب الازدهار مغرب النماء ان شاء الله شكرا لك. حكيم زاكي يقول يا رب تزيل هاد الوبا باش نظروا عائلتنا وبلدنا تحياتي من زيوريخ بسويسرا تحياتي لك اخي حكيم شكرا لك. اه بطبيعة الحال اه الواقع يقول شيء اخر كد يا اخي لانه اه دائما نحن اه متفائلون بمغرب اخر مغرب ما بعد. الكورونا. والذي سيكون ان شاء الله في احسن الاحوال. وان شاء الله مجموعة من الامور ستتغير وايضا مجموعة حتى اه سياسة الدولة تجاه اه مجموعة من القطاعات فستتغير. لان الجائحة ابانت عن فشل مجموعة من مسؤولين. فشل ايضا مجموعة من القطاعات. وبالتالي لازم اه دراسة اه السلبيات والانعكسات التي تركتها كورونا وبالتالي فالتغيير قادم لا محالة. ونتمنى ان يستفيد الكل من هذا التغيير وتتحسن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية حتى ننعم بالسلم والامان والهناء. وان شاء الله الكل اه 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 اعوض ما فات باذن الله تعالى وبركته. شوهرت البحر بتقول مستقبل اللي ما تجدوه ان شاء الله هدية الامنية دينا بطبيعة الحال. شكرا لك اختي جوهرت البحر. فا اه دازلنا اه اخواني الكرام مستمرين معكم من خلال هذا البت المباشير. هذه نذكر فقط بالموضوع بالنسبة الناس لتحقبنا الجدد. فالموضوع هو اه كيف ترون المستقبل وكيف ترون مغرب ما بعد كورونا. ان شاء الله واشنو الاشياء التي تريدون ان اه تزول وتتغير في مغرب ما بعد كورونا. هذا هو الموضوع للمشاركة معنا. اه ما عليكم سوى الاتصال بالرقم الهاتفي التالي سفر ستة ستو سبعين تمانية وعشرين سفر ستة اتنين وتمانين وعيد الرقم الهاتفي سفر ستة ستو سبعين تمانية وعشرين سفر ستة اتنين وتمانين فايضا اه محمد اه من فرنسا كيقول اه نتمنى ان نرى مغرب افضل مغرب اه احسن اه من هذا الذي نرى اكيدي اخي هذه هي الاماني دي الكل المواطنين كل المغاربة كل واحد يعني يبغى يبدل الوضع دياله الاجتماعي بغى يحسن من اه المعيش اليومي دياله بغى اه ايضا كل ما هو جميل ان شاء الله في هذا الوطن ان شاء الله هادسي اللي كانت مناه اخي الكريم شكرا لك بطبيعة الحال كان حيوك عاليا وكانت مناه من الكل ان شاء الله نوان خارطة اه في اه هاد الحملة الوطنية حتى اه يزول الوباء باذن الله تعالى ولذلك فما عليكم اخواني الكرام سوى الاتزام بالاجراءة اه والتدابير عفوا الاحترازية حتى تزول هذه الجائحة باقل خسائر فا اه اذا اردنا التغيير فنبدأ من انفسنا اولا ثم من محيطنا وهكذا وده ولكن شاء الله وستكون اه ان شاء الله الامور كلها بخير باذن الله تعالى وبركته على اي تحية لكم جميعا ونشكركم على حسن الاستماع وايضا نشكر جميع المتتبعين ساهمونا معنا من خلال هذه الحلقة المباشرة بتعليقاتكم وايضا بارائكم ونتمنى خير ان شاء الله في قدم الايام دومتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله تعالى وبركته